بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بمهور النادي الأهل العظيم أهلا بحضراتكم وهذا الأسبوع الحاسم في مشوار الفريق في كأس مصر خاصة بعد ختام الموسم القروي بمباراة الدوري الأسبوع الماضي مباراتين في نهاية موسم 2022-2023 بداية عن غدا مباراة الدخلية بإذن الله في الدور 16 لكأس مصر وفي حال الفوز بإذن الله المباراة التالية هتكون مع نادي المصري يوم الخميس المقبل الساعة السادسة مساء بإذن الله بعد عديل الموعد هتكون في استاد برج العرب في الدور ربع النهائي لكأس مصر ثم تتوقف المسابقة يعني بسبب مشاركة الزمالك في البطولة العربية مع استئناف مسابقة كأس مصر في الموسم الجديد ولكن دون تحديد موعد هيكون أطراف مباراة نصف النهائي تحددت بشكل رسمي الزمالك في مواجهة بيراميدز وإنبي ينتظر الفائز من مواجهة الآلي والدخلية والمصري في المرحلة المقبلة حالة النهاردة فيها كأوليس وتفاصيل مهمة جدا كالعادة زي ما انتم متعودين مننا وكمان هنتكلم على بعض النقاط اللي عاملة بلبلة شوية على السوشيال ميديا وبعض النقاط الخلافية ونأكد على بعض المفاهيم فيه تفاصيل مهمة جدا بالنسبة للمرحلة القادمة بالنسبة للنادي الآلي وكمان هنتكلم على تصريحات مهمة جدا لمارسل كولر أدل بها في بعض الإزاعات التألة السوسرية خلال الساعات الماضية لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بيه سؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة مرتبط بمباراة بكرة عايز عرف توقع الحضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الداخلية غدا في كأس مصر تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الغيرة أستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل في ظل قد يكون هناك تغييرات كبيرة أو عودة للتشكيل الأساسية بعد عودة اللعيبة الأساسية من الراحة اللي منحها الجهاز الفني خلال الأربع أيام الماضية طيب نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختدم تدريباته استعدادا لمهاجة الداخلية في كأس مصر وكمان الأهلي يعلن عن راعي جديد في مؤتمر صحفي غدا وفي الترند العالمي ريال مدريد يتوصل اتفاق نهائي مع مبابي كواليس والأخبار والتفاصيل أكيد ولكن بعد الفصل طيب مرسل كولر يمكن أدلة بتصرحات مهمة جدا خلال الساعات الأخيرة وبصراحة تصرحات كولر تصرحات مهمة جدا لأنها بتتكلم على مرحلة تاريخية من عمر تاريخ النادي الأهلي وبتتكلم على منتاليتي وعقلية مدرب بيقود النادي الأهلي كولر ما تكلمش لسه مع الإعلام والمواقع والقنوات في مصر ولكن تصرحاته قليلة ولكن مهمة جدا مع بعض المواقع والإزاعات في سويسرا كولر اتكلم في تصرحات مع موقع أجوروجر أزيتونج في سويسرا من حوالي يومين التصرحات اتكلم فيها على احتفالات الأهلي مثلا بدوري أبطال إفريقيا ومقارنتها باحتفالات الفرق الأوروبية لما بيفوزوا بالشامبونيز ليج اتكلم كمان على بطولة الدوري ولما حسم الدوري التوقيت حسم الدوري احتفل ازاي اتكلم على فكرة تمديد التعاقد مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية اتكلم على موضوع هل ممكن بعد تحقيق الخماسية يفكر في الاعتزال التدريب على فكرة فيه مدارس في أوروبا بتشتغل بالفكر ده لو حقق كل شي بيعتزل كلنا فاكرين طبعا إيميجا كي مع فرنسا لما حقق كاس العالم في 98 خد بطولة العالم واعتزل ما اشتغلش تاني قال لك انا جبت كاس العالم اعمل لي تاني اكتر من كده في التدريب فدائما الأسئلة دي تبقى موجودة في المواقع والصحف الأوروبية كلموه على شعبية الاهلي ازاي بيقدر يتحرك في الشارع كلموه على دور زوجته في مسألة قبول عرض الاهلي هل ليها دور في مسألة انه يستمر ولا ممكن يرجع لأوروبا كلام مهم جدا قاله كولر في تصرحاته لأحد المواقع السويسرية كولر بدأت كلامه وقال ايه الاحتفالات في مصر مختلفة تماما عن اوروبا نحن لم نحتفل بدوري أبطال افريقيا اطلاقا بعد النهائي في المغرب اتكلم بقى على ان الجهاز الفني سافر السويسرا عشان اجازة اللاعبة الدولية انضمت للمنتخبات كان حوالي 15 لاعب عشان الاجندة الدولية وبقية القيمة رجعت للقاهرة واخدت راحة وكان اجازة في المنزل في اللي خد الكاس معاه واحتفل بيه بشكل فردي ولكن بدون بقى مواكب جماهرية زي ما احنا متعودين في اوروبا الفريق مثلا الريال مدريد يفوس بدوري الأبطال الفاينال في تركيا الفريق يوصل الى اسبانيا ينزل مدريد حافلة مكشوفة في كل شوارع مدريد نفس الامر للسيتي ليفربول كل الانديالة الاوروبية بتحتفل بنفس هذا النظام فيه بعد نهائي لدوري الأبطال ولكن في القاهرة الامر مختلف كولر دي البطولة رقم 11 للآلي يمكن الاحتفال بالحافلة المكشوفة او الروتوبيس المكشوف ما حصلتش اللي عام 2006 لما الآلي احرص برونزية في كأس العالم في اليابان رجع كان فيه احتفالات في شوارع مصر وروتوبيس مكشوف والفريق التحرك من مطار القييرة لغاية ملعب التيتش وكان فيه جمهور كبير جدا بمستنى الآلي وبيستقبل الآلي في ملعب مختار التيتش بالجزيرة طيب كلموه على بطولة الدوري قال ايه؟ قال انا فجأت نلآلي حسم الدوري قبل ما نلعب بانفسنا كنت بتناول الطعام مع مترجم الفريق الكابتن خالد الجوادي وساعت عارتنا ان احنا او بيراميز يعني خسر فبالتالي لقيت الجماهير والناس كلها بتهنينا بالفوز بالدوري واحنا عاديين في المطعم بناكل قال يعني قدمونا التهنيئة بصورة عفوية التقطنا بعض الصور ثم كان هناك احتفالا بقى لما انضمت الفريف المعسكر في اليوم التالي لاني كان عندنا مباراة في الدوري العام وكان في احتفال في غرفة خلع الملابس ثم في المدرجات مع الجماهير اللي تسلقت الاسور وكتب تحتفل بشكل كبير جدا في هذه المباراة بعد المباراة المفروض انت بتحتفل بالدورة واجازة قالك لا التاني يمكن عن تدريب صباحي وبستعد لي المباراة اللي جاية وقال ان الدوري ده رقم 43 للاهلي بس يبدو ان الاهلي دايما متعود على الفوز بالالقاب المحلية والافريقية فالاحتفالات ما بتستمرش الا ساعات قليلة جدا لما تسأل على حانة وقت الاعتزال بعد الفوز بالخماسية قال ينقصنا الفوز بكاس العالم للاندية الراجل ما اتكلمش كتير قال احنا فوزنا بكل حاجة بس ينقصنا الفوز بكاس العالم للاندية الامو ستصبح افضل اكيد يمكننا الفوز بالبطولة هذا ما ينقصنا طبعا هو بيتكلم ومبتسم كعادة كولر بس هو بيقول انا مش بضحك او مش بمزح لا هو فعلا ده اللي بينقصنا عشان بيحققنا كل شي قال الرئيس النادي وهو بيوصد هنا طبعا الكابتن محمود الخطيب قال انه بيتحدث معاه وبيود انه يبقى فيه تمديد للتعاقد خلال الفترة اللي جاية ولكن قبل كل ده محتاجين اجازة عشان نبدأ نحضر للمرحلة اللي جاية عشان نشوف اين ممكن نعمله في الفترة القادمة قال الاهل بيملك عدد موظفين اكبر كثيرا من بعض الاندية الاوروبية لانه ليس نادي كرة قدم فقط لا بالعكس نادي عنده عدة العاب مختلفة ولكن على صعيد العاملين في كرة القدم يمكن مقارنته بفرق اوروبية كبيرة سألوه قالولو وفقا للتقارير ده الصحف السويسرية بتسأل كولر وفقا للتقارير هناك ما لا يقل عن ستين مليون مشجع في مصر يشجعون النادي الاهلي ده الصحف السويسرية اللي بتقول مش احنا ولا صحيفة مصرية ولا موقع رياضي مصري لا ده الصحف السويسرية بتسأل كولر وفقا للتقارير بتقول ان ما لا يقل عن ستين مليون مشجع في مصر بيشجعون النادي الاهلي هل يمكنك السير في القاهرة بكل بساطة وسط هذا الكم الكبير من المشجعين للنادي الاهلي دحك وقال لا طبعا صعب ان يبقى الامر بسيط وانا اتحرك في الشارع يمكن التعرف علي في اي مكان يأتي عدد لحصر لي من الجماهير لكي يلتقطوا معي الصور التسكيرية والتوقعات والحصول على الصور الفوتوغرافية لكن يجب علي ان اتنقر عشان اعرف امشي في الشارع يأما بكب يأما بقنع عشان اقدر امشي في شوارع القاهرة دون ان يكون هناك زحام لالتقاط الصور التسكيرية نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الاهلي في كل شوارع القاهرة انا عمتا معظم وقتي بيكون في القاهرة او لو باتحرك عشان اتغدى برة او اتعشى برة باتحرك من خلال السيارة عشان لغاية ما اوصل للمطعم ولكن لما بيكون في المطعم بيبقى في اتفاق المكان اللي اقعد فيه عشان اكل ما يكونش فيه ازعاج على الاقل يعني اللي ممكن يحصل معي على صور تسكيرية الطهاء والموظفين اللي موجودين في المطعم اللي هم عارفين ان انا جاي فده بيبقى اقصى تقدير ممكن يتم الاتفاق عليه سألوه على اللغة الانجليزية والتواصل مع اللاعبين وهو بيكلم لغة المانية قال بعض اللاعبين يتحدثون الانجليزية ولكن الاغلبية اتواصل اتواصل معها من خلال المترجم كابتن خالد الجوادي قال عليه ان هو شخص عظيم مشجع للاهلي عاش في المانيا حوالي 18 سنة يعرف كيف ينتقل بين اللغتين العربية والالمانية ولغة لاعب كرة القضى النقطة دي مهمة جدا كولر في تعليقه على مترجم الفريق كابتن خالد الجوادي قال الاهلاوي عايش في المانيا اكتر من حوالي 18 سنة ولكن الميزة اللي بيتمتع بيها المترجم انه بينتقل بين اللغة العربية والالمانية ولغة لاعب الكور وده نقطة مهمة جدا بتفرق على فكرة وانت بتنقل التفاصيل الفنية لأي مدرب او لأي لاعب لازم تنقله التفاصيل بلغة الكورة مش فكرة المدرب يقول محتاج منك ان تتحرك لا 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 الترجمة مش الترجمة الحرفية كده الترجمة ترجمة بلغة الكورة ومعرفتنا بالمترجم الكابتن خالد الجوادي انه هو رجل اشتغل في ألمانيا رجل اكاديمي دكتور مشجع درجة تالتة للأهلي يعني واحد من التالتة شمال واحد بيشجع الاهلي من صغره ودي نقطة مهمة جدا كان دايما الكابتن محمود الخطيب بيتكلم عليها الكفاءة مهمة ولكن مع الكفاءة لازم يكون فيه انتماء فأعتقد جزئة الانتماء متوفرة بشكل كبير في شغل قطاع الكورة وفي عمل الجهاز الفني من خلال تصرحات كولر على دور المترجم لما تكلم على دور رزوجته كولر قال لها دور كبير جدا معايا ولكن في مسألة المستابل انا بحسم دايما مشواري من خلال متابعتي لأداء العمل في الاماكن اللي بشتغل بها ودي اعتقد نقطة مهمة جدا في مسألة استمرار كولر خلال الفترة اللي جاية وكانت جزئية صعبة على استمرار فيلر مع النادي الاهلي في سنوات تصابقة فيلر كممكن يحقق انجاز كبير مع الاهلي ولكن الحياة الشخصية كان لها تأثير على الحياة العملية والامر ده مختلف مع كولر بدليل ان كولر بيتأقلم ومستمتع بالاجواء في مصر وفي الادغال الافريقية حتى اللي هي الصعبة خلال فترة عمله من شهر تسعة اللي فات لغاية شهر سبعة يعني بنتكلم في حوالي عشر شهور لسه ما تمش اول سنة اثناشر شهر ولكن الراجل عامي نجاحات كويسة والنجاحات دي جاية نتيجة تأقلوم على الاوضاع اللي موجودة في القاهرة للشغل في مصر صعب اجواء راجل في سويسرا الاجواء درجة الحرارة السفر في الادغال الافريقية حاجات مش متعود عليها في اوروبا في اوروبا السفر بالقطار ساعتين ممكن بالسيارة ولكن في الادغال الافريقية انت ممكن تنتقل من رحلة للتانية مش اقل من ست سبع ساعات غير الترانزيد غير الرطوبة غير حاجات كتيرة جدا ممكن تواجهها في المباريات الافريقية فدي جاية تصراحات مهمة جدا لمارسل كورر كان لازم نبدأ بها كلامنا النهاردة في ترند ترند لان نقطة مهمة جدا شغل بها الناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا في ظل ان كورر دايماً موظم تصراحاته بتبقى في المواقع السويسرية او حتى الازاعات السويسرية ويمكن حتى هي يعني لغاية دلوقتي ما صرحش إلا مرتين ثلاثة من ساعة ما تولى المسئولية لكن بصراحة تصراحاته بتبقى مهمة محتاجين نعرف الراجل بيفقر ازاي عايز يشتغل ازاي ونجاحاته جد بناء على ايه طيب الترند التاني ما هي السوشيال ميديا عبارة عن ترندات ترند تصراحات كورر دي بالنسبة لنا ترند رقم واحد في ترند تاني ولو ان ترند البعض يعني شافة على السوشيال ميديا ترند كوميدي شوية ولكن ممكن ما يكون شو كوميدي في مسألة التعاقدات والصفقات والاهتمام بملف التدعمات ليه؟ من كام يوم انتشر مقطع صوتي وانا حتى سمعته من حوالي ثلاثة ايام يعني جلل المقطع دايما من الاربع اللي فات وانا على المستوى الشخص يعني ايه؟ خدته في اطار الفقاهة ولكن النهاردة السوشيال ميديا لما تنقلت هذا الموضوع والموضوع انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا لأحد الأشخاص المحسوبين على النادي المنافس والحد دلوقتي بصراحة الواحد هو مش عارف يعني هل هو محسوب على إدارة هذا النادي ولا هو محب ولا هو إعلامي ولا لاعب كرة صابق بيقدي أدوار مختلفة رغم أنه ما نجحش في كل الأدوار اللي بيقوم بيها ولكن ما علينا التسجيل في محاولة للدخول في المفاوضات مع أحد اللاعبين ارتبط اسمه باسم الأهل نأكد بس على الجزائية دي لأن النادي الأهل لم يعلن أي تفاصيل عن هذا الملف هو اللاعب ده اسمه ارتبط باسم الأهل لغاية لما الأهل يتحرك ويعني الرسمي ساعتها نقدر نقول احنا بنتعامل دايما مع المواقف الرسمية ولكن السوشيال ميديا بتتكلم في حاجات كتير فلازم النهاردة دورنا كبرنامج الترند نعلق على الحاجات اللي موجودة دي عموما اللاعب ده لعب مهم ولعب مميز ارتبط اسمه بالأهل ففي محاولة للدخول في مفاوضات معاه لكن في زمن السوشيال ميديا كل حاجة بقت معروفة وكل حاجة بقت سريعة وكل حاجة في لحظة ممكن تلقطها اللي عاوز أقوله هنا في الجزائية دي مفيش لاعب أو مسؤول ممكن يتضحك عليه تاني مفيش لاعب أو مسؤول ممكن يتضحك عليه اسم الآهل يا جماعة اسم الآهل كبير اسم الآهل كبير وصعب جدا جدا حد يحطه في مفاضلة في المفاوضات تاني اتمنى بقى لو الكلام ده يوصله او لو سمعه او هو حتى من جوه حس بعد الكلام اللي تقاله او حتى بعد مرحلة التطنيش اللي حصلت في الفترة اللي فاتت اسم الآهل معروف وصعب جدا يتحط في مفاضلة في اطار المفاوضات من حق كل واحد يدور على مصلحته اكيد ده حق مشروع لكل واحد بس الآهل معروف طريقه طريق مستقيم في المفاوضات بيدخل البيت من بابه مش من الشباك هيتفاوض مع لاعب بيكلم ادارة النادي السعي لإتمام الاتفاق مع النادي اولا النادي رحب بيتم الاتفاق مع اللاعب ثم الانتهاء من كافة التفاصيل والإعلام بشكل رسمي في التوقيت الذي يراها الناديين صفقة امام عشود كانت اكبر دليل التوقيت اللي اعلم فيه بيتلاند الدرماركي اعلم فيه النادي الاهلي بشكل رسمي طيب معروف انه النادي اللي بيخش في المفاوضات بيدي كل واحد حقه في المفاوضات يعني بيتفاوض مع نادي بيدي له حقه بين الطرفين لا الاهلي بيرجع في كلامه ولا بيغير اتفاقه والقصة في النهاية على فكرة ما تيجي نعمل زوم ميتنج لا الاهلي ما بيشتغلش كده الاهلي ما بيشتغلش كده الاهلي عنده طاقم سكاوتينج بيتفرج بيتابع بيجري اتصالات بيحتاج لو فيه مفاوض او مندوب يسافر للاتفاق وده حصلت في رحلات كتيرة قبل كده كريستو كان المهانتس خليد مرتاجي موجود في تونس امير توفيق القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الكورة كان موجود في اكتر من رحلة وفي مناسبة في الفترات اللي فاتت فبالتالي الاهلي دايما مش بيستخدم فكرة الالالاين كتير لا لازم يحترم النادي لازم يحترم اللاعب فالسكة دايما بتبقى واضحة واللاعب نفسه لما بيختار عارف انه بيختار مين وبيختار ليه بيختار النادي الاكثر استقرارا النادي الاكثر شعبية الاكثر جماهرية النادي اللي ممكن يحقق له طموح انه يروح للمنتخب او يروح لأكبر الاندية الاوروبية دي مدرسة النادي الاهلي ده تاريخ النادي الاهلي على طول عموما عايز اقول حاجة اخيرة لجمهور الاهلي لان الموضوع انا عارف سوشيال ميديا وغدها في اطار التريند الكوميدي شوية وفي نفس الوقت في نزع لانا انت عندك مشكلة في القيد داخل في المفاوضات ليه؟ ما علينا الاهلي هيعمل بصوا جماعة مدير سلسة الجمهور الاهلي الاهلي هيعمل اللي في مصلحته واللي هيكون فايدة للفريق وفقا لمتطلبات الجهاز الفني تاني الاهلي هيعمل اللي في مصلحته واللي في نفس الوقت هيكون فايدة للفريق وفقا لمتطلبات الجهاز الفني خلص الكلام وكفى حديثا في هذا الكلام والترند الموجود على السوشيال ميديا ده اكبر رد عليه لان بصراحة محتاجين نعرف دوره هو محب ولا اعلامي ولا ايه بالضبط عموما نتمنى له بس ايه يركز ويفوه شوية في خطواته الفترة اللي جاية طيب بكرة عندنا مباراة مهمة جدا مباراة الداخلية في دور 16 لكأس مصر الداخلية بيواجه ظروف اكيد صعبة جدا خاصة بعد قرار فتح اباب القيد يوم 27 سبعة وده كلام ما كانش متفق عليه قبل كده والداخلية طلب التأجيل والاهلي قال ما عنديش منع لكن اتحاد القورة كان ملتزم بتنفيذ هذه الاجندة والمباراة في نفس التوقيت ماتش الداخلية النهاردة في حال الفوز ماتش المصر الخميس الجاي الساعة 6 في استاد برج العرب طيب النادي الاهلي بيستعد زالة هذه المباراة فترة الاخيرة كان فيه راحة لـ 11-12 لعب من التشكيل الاساسية وتم تصعيد حوالي 6-7 لعيبة من قطاع الناشئين الراحة انتهت يوم الخميس المجموعة الاساسية رجع للتدريبات من يوم الجمعة والمجموعة اللي تم تصعيدها من القطاع رجع التاني للفرق في المراحل السنية في قطاع الناشئين عموما كل التفاصيل بقى نعرفها من خلال زمننا محمد توفيق موفد قناة الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيرة عشان نعرف منه آخر الترتيبات وكيف يستعد الاهلي لمواجهة الداخلية جدا خلاص مباراتين وينتهي الموسم على خير والفريق ياخد أجازة خلال الفترة اللي جاي توفيق مساء الفل ازايك؟ مساء الخير زمي العزيز محمد سعيد تحياتي لك ولكل مشاهدت قناة النادي الاهلي في كل مكان آخر الأخبار عندك آخر الأخبار على طول يا محمد ده قدرك وده طول عمر النادي الاهلي ودائما وجدت نظر النادي الاهلي اللي كنت لسه بتتكلم عنها إنك دائما بص قدامك وببصش وراك أنت رقم واحد ولازم بتحافظ على المكانة دي أنت بتقفل خلاص بطولة الدور الحمد لله خلصت اللقب 3340 عندك في خزينك داخل بقى في بطولة جديدة قدرك إنك في كل يوم بطولة البطولة السادسة انتخذت خمس بطولات من الموسم البطولة السادسة وإن كانت همتد ما بين موسمين ولكن أنت طبعا بتلعب عليها وطبعا نصب عيونك إنك تحصل على كاس مصري طبعا أنت البطل التاريخي للمسابقة وكمان حمل للقب يعني داخلت دافع على لقب كفية زي البطولة فعلى طول يا محمد بعد ما مطش المصري ما فيش راحة على طول الفريق من يوم الخميس وصل تدريباته بلا راح كان طبعا تدريب استشفائي للمجموعة اللي شاركت بشكل أساس في مباراة المصري المجموعة اللي بقى يمكن رجعت للتدريبات زي ما أنت قلت المجموعة الأساسية كمان رجعت والحمد لله دربت يمكن مثل مرسل كولر كان حريص على عقد أول يوم على طول يوم الخميس محاضرة في الفيديو للاعبين نتكلم فيها طبعا أسطوب الفريق وأهم الأخطاء اللي وقع فيها وكمان تصححها وانبالح كمان كان حريص أن يكون بعد عادة المجموعة الأساسية في محاضرة في الملعب يتكلم فيها عن أهمية طبعا هذه المباراة مباراة الداخلية إلا أتأهلك بالطبع للدور التاني ودور التمانية وإن شاء الله تكمل زي ما قلنا دي البطولة السادسة في الموسي من حالها محمد فأنت محتاج أنك زي ما قلنا وكنا نتكلم من أول يوم أنك تلعب على العلامة الكاملة يمكن النهاردة كمان الفريق هيواصل تدريباته والتدريب الرئيسي بإذن الله بمشاركة جميع اللعبين هيكون فيه تمام السادسة هتكون المحاضرة الفنية الأول اللي هتكلم فقط مستر مارسل كولر على الخطوط العريضة لخطة المباراة اللي هيلعب بها بكرة وأهم مفاتيح اللعب وكل حاجة فريق الداخلية اللي أعتقد هيبقى صعب جدا يا محمد وانت بتدرس فريق الداخلية وبتحل الأداء نجزة ما كنت بتكلم في البداية الجاز الفن بالكامل اتغير كابتن عالي عبدالعال خلاص راح فريق الجونة اللاعبين بتتكلم فكرة من 18 اللاعب خلاص غادروا الجونة كانوا جايمين ما بين انتهاء عقود وكمان انتهاء عارات يمكن رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخلية هو اللي يقود الفريق فنية فيها هذه المباراة غدا بإذن الله فيه السابعة مساء على السادة الكلية الحربية طبعا بعد نقل المباراة كانت مفروض مقرر لها على السادة المقابلين العرب فيه تمام السامنة والنصف ولكن خلاص قرر النهائي اللي طلع يعني يوم مصري المباراة ان شاء الله الساعة سابعة على السادة الكلية الحربية بإذن الله رب العالمين زي ما قلت لك ابقى فيه محاضرة فنية من بعدها على طول فيه السلسة والنصف اللاعبين هينزلوا الملعب مختار التتشي هنا بالجزيرة اعتقد تريبها بقوة جدا محمد دايما تدريبه اللي بقللت المباراة دوت بنشوفها حماس كبير جدا من اللاعبين كل الناس بتبقى حريصة على انها تحجز مكان اساسي فيه التشكيل الأسية او في الواحد وعشرين لاعب اللي هيخشهم مع اسكر مغلق يعني يمكن باخر فقرات المران دايما بتبقى التأسيمة ومن بعدها على طول الجهاز الفني بيجيبها لقايمة المباراة يعني ان شاء الله للمبيد في احل الفنالك القريبة من استادة الكلية الحربية وبإذن الله يكون يعني كل التوفيق مع النادي الاهلي مباراة مهمة في ظل الظروف صعبة وفي نهاية نموسيا محمد يمكن حالة من التعب شوية اعتقد اللي الأجازة اللي قرر الجهاز الفني المرحلة للعبين لمدة أربعة أيام هكون لها مفعول السحر اعتقل على اللعبين ان هم فصلوا شوية وهم مباراة زي ما قلنا وهبقى الموسم انتهى بشكل كامل بإذن الله رب العالمين ونستعد بقى محمد زي ما كنا بنتكلم دايما لموسم شاق وطويل جدا ومليه بالبطولات اللي ان شاء الله تكون لها تكون من نصيب النادي الاهلي بإذن الله رب العالمين طيب هل في اجتماع لتحديد استراتيجية الموسم الجديد فترة الأجازة قد إيه جزئية تانية برضه عايز سألك على تدريب النهاردة امتى يبدأ التدريب هل الساعة ستة هل سبعة يعني الجهاز الفني مؤخر المعاد شوية لان انت هتتدرب وعلى طول تخش معسكر عشان ماتش بكرا خلينا نتكلم من يعني من وراء قدام يا محمد يمكن التدريب زي ما قلت لك هيبقى الساعة ستة في محاضرة فنية ستة ونصف أو ستة ونصف ع طول التدريب هيبتدي من بعدها زي ما تركب ان شاء الله التحرك للمعسكر حيث بقى الجهاز الفني والأجازات ده محمد يمكن طبعا زي ما انت يمكن في أكتر من المناسبة مستر مارسل كولر نفسه تكلم وقال ان انا مستنى قرار معين عشان ياخد قرار بالأجازة أو لا وخلنا صرحة هو بتكلم عن متحديد مباراة السوبر الأفريقي بالتحديد وما عادها امتال انت اول استحياء عارف معاده بالفعل محمد هو الدور الاتنين وثلاثين دور أبطال أفريقيا الموسم الجيدين تلاتة عشرين واربعة عشرين هتوبقى يوم خمستاشر ستمبر يعني انت بتتكلم تقريبا في أقل من خمسة يعني بالزبط من يوم مربعة اللي هو آخر ماتش بإذن الله أمام المصري ليوم خمستاشر انت بتتكلم أقل من شهر ونص فهيبقى طبعا فنيا الأمور صعبة مش هينفع تدي أجازة طويلة عشان عندك بعد كده استحياءات وكمان زي ما قلت لكم من منتظرين بشكل كبير جدا معاد السوبر الأفريقي يمكن بقى اتكلمت فنيا مع أكتر من مدارب محمد وسألته فكذا حد يعني أجمعها نفس الرأي ان لو الأجازة يعني مدة الأجازة ما بين المباراة دي لغاية المباراة اللي بعدها فالمسافة أصالة جدا فقال لي الأجازة ببقية حامل أحوال مش هتزيد عن عشر أيام ده بتكلم مش قرار جهاز فني ولكن بتكلم من الناحية الفنية من أقصى من المدارب يتكلموا في حتة الأحمال وحتة اللعبين وبقدموا على الملعب وعودتهم تاني للتدريبات وخد منافسات يعني رسمية كمان مش ودية فقال لي أعتقد أن الأجازة بشكل عام أكثر من المدارب مش هتزيد عن عشر أيام طبعا في انتظار زي ما نحن قلنا محمد قرار التحدي الأفريقي وتحديد مكان ومعادة السبع لأفريقيا أعتقد دوت من بعد وعلى طول متواصل الجهاز الفني من خلال إدارة الكورة بين التحدي الأفريقي هيتم إعلان على طول من يوم الخميس عقل مباراة المصري مدة الأجازة اللاعبين وكمان معادة العودة بإذن الله خاصة أن أنت زي ما قلنا عندك استحقائق أفريقيا على طول مستني لسه بين بطل زنزبار وكمان بطل أسيوبيا فأعتقد هتبقى مواجهة يعني صعبة جدا خاصة في ظل الظروف المناخ سواء أسيوبيا أو زنزبار فالأمور هتبقى صعبة جدا وانت كمان حمل اللقب محمد وزي ما انت عارف خلاص مستمرس الكولر دخل في المنظومة على طول وبعرف أن الجمهورنا دي الأهل ما بيبالشغل بالمركز الأول فأعتقد دوت يعني وصل الجهاز الفني ووصل اللاعبين وان شاء الله نخش الموسم الجاي بحماس أكثر من رائع عشان نحافظ كمان على الأقل على الأرقام اللي حياتها الموسم دوت ولعلامة كاملة بإذن الله رب العميل زي منا محمد توفيق مفد قناة الأقل بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر النادي بالجزيرة وقبل انطلاق التدريب الختامي استعداد للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الداخلية غدا بإذن الله في دور الستاشر في كأس مصر طيب قبل ما أطلع الفاصل وتوفيق اتكلم في جزيلا مهمة جدا متعلقة ان كولر مستني قرار بخصوص مباراة السوبر الإفريقي وانا الأسبوع اللي فات او قبل نهاية الأسبوع اللي قبله اتكلمت وقلت ان في حدثين مهمين جدا خلال الفترة الجاية حدث ان قرع الدور الأبطال والكونفيدرالية هتكون منتصف الأسبوع أي وقت ثلاث وفعلا ده حصل والحدث الثاني متعلق بموعد ومكان السوبر الإفريقي وقلت قبل نهاية الأسبوع المقبل اللي هو انتهى مبارح هيكون اتحدد المعاد والمكان طبعا لسه لا تحدد المعاد والمكان وانتوا عارفين دايما احنا دايما قادر امكان بنحاول نقول لكم المعلومات يعني الرسمية والصحيحة في هذه الملفات ليه اتأجل الإعلان لان الاتحاد الأفريقي منتظر عرض مالي مغري لصدافة السوبر الأفريقي يعني ايه تبقى للليحة الاتحاد الأفريقي اما المباراة تلعب في ملعب الفريق الفايز بدور الأبطال او ملعب اخر يحدده الاتحاد الأفريقي فطبعا تبقى لللوايح الكاف للحق انه يختار ملعب اخر تبقى لعروض تسويقية عشان يستفيد ماليا من هذه المباراة اللي بتبقى مباراة يعني ما بين بطل دور الأبطال وبطل كأس الكونفيدراليشان قابل كأس الكونفيدراليشان قابل فاخر اختيار بالنسبة لهم بيقى ملعب بطل دور الأبطال اللي هو الاهلي لو المباراة تقام في مصر لكن ده يعني نثبته قليلة جدا جدا انها ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاي طيب موقف السبر الافريقي اخر التطورات في ايه لان كولر مستني قرار في معلومة مش هتكلم فيها دلوقتي لانها تخص يعني موقف فني للنادي الآلي بخصوص معادل مباراة ييجي وقتها لاحقا في التوقيت المناسب هنتكلم عليها ولكن الآلي بيشوف لما هيبدأ المسلم الافريقي هيبدأه ازاي عشان لما يدي اجازة دلوقتي يدي اجازة قدي ايه ويعمل معسكر اعداد في احدى الدول اوروبية مدوته قدي ايه ويرجع للقاهرة امت فكل ده مرتبط بمعادل السوبر فالاهلي ليه موقف رسمي في قصة السوبر بس مش هتكلم عليها دلوقتي طالما الاهلي لم يعلن رسمي موقفه في توقيت المباراة الجزاية التانية الكاف عنده تلات عروض رسمية تلات عروض رسمية عروض عربية وافريقية الناس تقول لي افريقية هو دايما جرى العرف ان العروض لصدافة السوبر بتبقى عروضة عربية خليجية ولكن المعلومة اللي عندي انه كمان في عرض افريقي مش هكتهد وقول فين عشان ما نعملش بس يعني ايه بل بل انا عارف السوشيال ميديا لما بتصدق طلقت كلمة لكن انا ما عرفش لغاية دلوقتي بصراحة العرض الافريقي ده منين هل من احدى الدول شمال افريقية هل في جنوب القرى هل في الشرق هل في الغرب الله اعلم عشان بس ايه ما نكتهدش لا نقول المعلومة صح ليه كل الناس اللي بتتبعنا في الترند فبالتالي في تلات عروض التلات عروض فيهم بعض المعايير والمواصفات الافضل هيتم الاتفاق معاه على تنظيم اللقاء وتحديد المواعد في معاد مبدئي في اللجنة التنفيذية كانوا بيتكلموا انه هي تتلعب في النصف التاني من شهر تسعة مش واحد تسعة واحد تسعة ده كان اختراح لكن مش هيتنفذ يعني يا خمستاشر يا تلاتين تسعة في الفترة دي ده الاختراح اللي الكاف عايز يلعب فيه لقاء السوبر الافريكي الناس ممكن تقول لي ما هو في التوقيت ده الاهل هيلعب زهاب وقياب الدور التمهيدي الثاني يعني ما يلعب فيه اسيوبيا مع سان جورج يعني ما يلعب فيه سينجبار فالافضل ايه لو الماتش تحدد خمستاشر تسعة لقاء الزهاب هيتأجل اسبوع يلعب مثلا يوم اتنين وعشرين تسعة والاياب في معادة في القاهرة يوم تلاتين ده اخر تطورات المتعلقة بموقف لقاء الاهل والاتحاد العاصمة في السوبر الافريقي مش هنسبة للاحداث الناس عندها اجتماعات كل الملفات حاليا دلوقتي على مكتب الامين العام للاتحاد الافريقي الكنغولي فيرونين بومبا عشان يتم عرض الامر على لجنة تنفيذية لاتخاذ القرار خلال الفترة القادمة في اي وقت ممكن يتم اعلان القرار ولكن دي اخر المستجدات تلات عروض عربية وافريقي العربية اكيد دول في الخليج العربي ممكن عايزة تنظم افريقية مش هكتهد واقول اسم لغاية لما نشوف ايه لا يحصل خلال الفترة اللي جاي عموما دي كانت ابرز الموضوعات اللي فيها تساؤلات كتير على السوشيال ميديا انا تمنى نكون اجابنا او جاوبنا على كل تساؤلات كل السادة المتابعين نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند السوشيال ميديا فيها كلام مهم جدا عن مباراة الداخلية بكرة وبعد المستجدات المتعلقة يعني بصفقات الاهل وتشكيل الاهلي في مباراة الداخلية نطلع نتابع في اخر اخبار الترند طيب اخر اخبار الترند والبداية هتكون من ترند الاهلي البداية معانا في تريند الآلي حساب كورا 11 بيقولوا من أجل المحافظة على لقبه ونعرفين الآلي هو حامل لقب كأس مصر كولر يقرر الدفع بالقوة الضربة للقلعة الحمراء أمام الداخلية في دور الستاشر من كأس مصر التقارير الواردة من النادي الآلي إن كولر لا ينوي إراحة اللعبين الأساسيين في مباركة الداخلية وسيدفع بالقوة الضربة سويسري كولر عايز يواصل مشواره في البطولة من أجل محاولة حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي واللقب السادس ليه مع الفريد التشكيل المتوقع تبقى لكل هذه المعطيات شناه في حراسة المرمة هاني منع مياسر معلول مراوان عطية أليو ديانج محمد مجد أفشا بيرستاو أحمد عبدالقادر محمود كهربا ده تشكيل يلعب وبراءة مهمة في بطولة إفريقيا فيلعبوا بكرة إن شاء الله شكل أساسي في مواجهة الداخلية في دور الستاشر طيب حساب يلا كورا بيتكلموا لأن في مصدر قال إن شريف خارج حسابات الأهلي أمام الداخلية في الكاس ليه؟ مصدر قال إن محمد شريف خضع لفحوصات طبية بعدما أصيب خلال تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي ولم يستكمل المران الفحوصات أثبتت إصابته بكدمة ومحتاج خمس سيام للراحة قبل العودة للتدريبات الجماعية جهاز الطبي عمل برنامج تأهيلي وهيخضع لفحص طب لتحديد موقفه قبل مواجهة المصري في حال تأهل الأهل إن شاء الله لمباراة دور التماني فكده رسمياً محمد شريف خارج مباراة الداخلية بكر طيب السلية ومتولي غايبين بقى لهم فترة داخلين على حوالي شهر فمصدر ليه اليوم السابع قال لهم إن الأهل يستعيد السلية ومتولي قبل مباراة الداخلية في الكاس حساب الرسم اليوم السابع على تويتر نشر المعلومة وهننتظر نشوف تدريب اليوم والقايمة هل ممكن السلية ومتولي يكونوا ضمن قائمة الفريق في مواجهة الداخلية بكرة ولا الجهاز الفني هيفضل يعني إرجاء مشاركتهم لمباراة المصري في الدور المقبل في حال التأهل طيب حساب سبورة 368 مصرية بتكلموا على موسم أول تاريخي لمرسل كولر مع الأهل 58 مباراة لعب مع الأهل 58 مباراة 41 فوز 12 تعادل 5 هزائم طبعا الخمس هزائم منهم مثلا إيه يعني 3-4 مباريات خارج الحزبان ما كانش فيه مباراة واحدة غير هي المباراة المهمة كانت موجة سانداونز والهلال السوداني في دور أبطال إفريق لكن الثلاثة زائم التانية 2 في كاس عالم أندية ومباراة بيرمتز الأخيرة في الدور كانت مباراة تحصيل حاصل يعني الأهل أحرص 107 هدف استقبل 34 هدف وفي 37 مباراة كان شباكه نظيفة وأحرص 5 ألقاب يعني أرقام مميزة جدا لمرسل كولر مع الأهل وهو قاعد على كرسي الملك كرسي الملك في النادي الآلي كقائد للجهاز الفني في النادي طيب حساب كورا بلس نتكلمه على إمام عشور مصدر بالآلي لكورا بلس قالوا أنه هو دلوقتي في المراحل الأخيرة من التأهيل الآلي بيجاهز إمام عشور للسوبر الإفريقي أنا الخبر ده أريطه على مدار الإسبوع الماضي 3-4 مرات مرة كورا بلس مرة في الجول مرة الوطن استنبا موجودة يعني الناس كلها مستنية دقيقة لينزل فيها إمام عشور الفترة اللي جاية عيبقى عليها نسبة مشاهدة ومتابعة غير طبيعية بشبهها كده بالفترة لويس فيجو فاكرين النجم الكبير لويس فيجو لما انتقل من برشلونا الريال مدريد كانت مباراة الديربي ما بين الفرقتين اللحظة التاريخية اللي نزل فيها لويس فيجو عشان يلعب فيه لقاء الكلاسيكو عموما هنشوف اللحظة اللي ينزل فيها إمام عشور ولكن إمتى محدش عارف انت ممكن تلعب الدوري التمهيدي الثاني مطش الزهاب قبل لقاء السوبر ممكن لقاء السوبر يكون هو أول مطش فمحدش عارف إيه اللي هيتلعب قبل إيه يعني لغاية لما نشوف بس اللي يحصل خلال الفترة اللي جاية طب حساب بطولات بيقولوا ان مرس الكولر بلغ لجنة التخطيط في الآلي موافقته قبل كده بمسألة الأهل هيجيب مين ويحسم ازاي ملف صفقات اللاعبين الأجانب طيب في ملف صفقات اللاعبين الأجانب حساب الجول من خلال حسابهم الرسمي على تويتر قالوا لم يتبقى سوى توقيع العقود الأهل أنهى كل الإجراءات مع الجيش الملكي وريدا سليم سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود أنا عارف جمهور الأهل بيتابعنا ومستني يعرف معلومة رسمية والله ممكن يكون عندنا تفاصيل بس ما ينفعش نتكلم في الملفات دي إلا ما يتم يعنى بشكل رسمي ده حصل في صفقة إمام عشور ده ممكن يحصل في النهاردة في اللي جاي لغاية لما نشوف الموقف الرسمي طالما اللاعب ما جاش مصر وما رتداش تشيرت الأهل وتصور يبقى لسه لما يحصل كل ده النادي ها يعلن والقناة هتعلن وبإذن الله ان شاء الله يكون فيه تدعيمات قوية للأهل الفترة اللي جاي يا لكن الجزاية المهمة ما فيه لاعب بيتلقى عروض ويكون من ضمنها الأهلي إلا ما بيكون قراره الرسمي والنهائي اختيار الأهل فاتطمنهم في الجزاية دي بنسبة كبيرة جدا حساب يلا كورة مصدر يوضح ليلا كورة سيناريوهات مستقبل كريم ندفد مع الأهل ندفد كالمعار لفوتشا لمدة موسمين وطبعا اللاعب دلوقتي المفروض بعد نهاية الأعارة منتظر معاد إبلاغه للانتظام في التدريبات بس ده يتوقف على برنامج الإعداد للموسم المقبل وموعد العودة بعد الأجازة لا يمنحها الجهاز للعيبة بعد مطشاط الكاس الأهل على فكرة عنده عروض لندفد لإعارة اللاعب لأكتر من نادي في يوتشار كان عايز يجدد الأعارة موسم تاني لكن كولر هيبقى ليه القرار النهائي ندفد تلقى إشادة كبيرة من الجهاز الفني وهناك إجماع على عودته للأهل إلا إنه لما يتم التواصل معه لتأكيد العودة عموما هنشوف ملف اللعيبة العائدة من الإعارة خلال الفترة الجاية لأن ده مرتبط بالصفقات وشكل القيمة في الظل إن القيمة المحلية أصبحت 30 لعب في المقابل القيمة الإفريقية 40 لعب فالجاب ده أنا هقدر أوفره إزاي أكيد هوفر ده من لعب قطاع الناشئين لأن اللعب قطاع الناشئين اللي في المراحل السنية اللي تحت مش مدرجين ضمن قيمة التلاتين لكن أقدر أضفهم في العشرة الفرق مع القيمة الإفريقية فعشان أسجل التلاتين لازم أحسبها بالورا والألم بشكل كويس جدا طب ده ترند الأهلي نروح للترند العالمي والبداية من خلال حساب محمد صلاح حساب محمد صلاح على تويتر نشر صورة لتدريباته استعدادة للموسم الجديد مع ليفربول نهارده قبل ما أدخل الحلقة شفت له لعبة كده في التدريبات تصويبة من خارج منطقة الجزاء يعني لو بيعملها بإيده مش هديجي كده بصراحة يعني صلاح تطور بشكل كبير جدا في التزديدات في اللعبة في ضربات الراس في السرعة في المهارة الله يعني عمل شغل مميز جدا وهيكون فرصة عظيمة في ظل رحيل عدد كبير جدا من الدور الإنجليزي لعبة من الدور الإنجليزي للدور السعودي يقدر يظهر ويتقلق للعام الرابع أو الخامس على التوالي طيب حساب المان سيتي من خلال الأكاونت بتاعهم الرسمي على تويتر نشر تصراحات لبيب جوارديولا واللي اتكلم فيه على رحيل رياضة محرز قال إن العرض اللي تلقاه محرز كان مذهل ولا نستطيع أن نقول له أرفض ذلك سوء الانتقالات اختلف كتير بعد دخول الدور السعودي وهذا سيغير الكثير في المستقبل عندي علاقة خاصة بمحرز احترمنا بعضنا البعض طوالفترة يعني ما سرته في الستي وأحد اللاعبين الذين هيحرصون بشكل مستمر على الاستمتاع بالكورة وإظهار بعض المهارات الاستثنائية رياض محرز انتقل بعد إعلان أهل جدة بالأمس إنه رسميا حاليا رسميا في نادي أهل جدة سادي وماني أعتقد خلال الساعات اللي جاي هيكون فيه إعلان رسمي لانتقاله لنادي النصر السعودي مع كريستيانو رونالد دور السعودي كريم بن زيمة تفرجنا عليه في مطش التحاد جدة موجود مع التحاد جدة كانت موجود في التحاد جدة لا سفقطت يعني هتسري بشكل كبير جدا ما يبقى فيه إسراء في الدور السعودي بوجود أبرز اللاعبين طيب حساب المان سيتي أيضا بيتكلم على تمديد عقد الهولندي ناثان أكي ظهير أيسر الفريق عقده امتد حتى عام عشرين سبعة وعشرين كويس إنه مكمل مع السيتي ما انتقلش للدور السعودي السيتي لقى حد يلعب به طيب إبي إيل وورلد عاجل راسموس هولند لن يشارك في المباراة الودية مع أتلانتا اليوم حيث أن صفقة انتقاله للمان يونيتد أصبحت متقدمة للغاية طيب صفقة هي ممكن لعيب يبقى دعم قوي جدا للمان يونيتد طيب حساب باترانسفير نيوز لايف بيتكلمه على كيليان امبابي وموقفه من الرحيل من باريس سان جرمان إلى ريال مدريد أخبار الانتقالات على تويتر بتقول أن باريس سان جرمان عايز 250 مليون يورو لبيع كيليان امبابي وريال مدريد بيحاول تخفيض المبلغ 10% يا سلام يعني بدل ما يدفع 250 عايز يدفع 225 يعني يا 25 دي اللي فرقت مع الريال في شراء كيليان امبابي من باريس سان جرمان احنا ممكن ناخدها بشكل كوميدي شوية ولكن الناس في أوروبا بتحسبها كويس قوي العشرة في المية دي ممكن تبقى خسارة للصفقة لو دفع 250 وممكن يبقى مكسب لو اكتفى بالـ 225 لأنه عامل حزبة تسوقية مهمة لو انتقل كيليان امبابي من باريس سان جرمان الى ريال مدريد طيب سؤال الحلقة توقعاتكم لتشكيل الآله في مواجهة الدخلية غدا في الكاس أستاذة نورا بتقول كالعادة أثق في اختيار كولر وأي 11 راجل في الملعب يلعبوا بروح مشخصية الأهل وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب طيب أستاذ هاني إن شاء الله أي 11 راجل في الملعب قادرين على إسعاد جمهري الآله توقع التشكيل الشناوي هاني ربيع ياسر معلول ديانج مروان عبدالقادر أفشا تاو قهربة تحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد شكرا لك يا أستاذ هاني أستاذ سامي بيقول التشكيل المتوقع الشناوي هاني ياسر ربيع معلول ديانج مروان أفشا تاو قهربة الشحاد بجري بسرعة عشان أخد بس أكبر قدر من التعليقات أستاذ عبدالرحمن محمد بيقول تحياتي أستاذ محمد سعيدة الإعلامي شكرا جزيلا لك توقعي لتشكيل الغد هو في حرص المرمى مصطفى شبير لتوقع يعني جديد من أستاذ عبدالرحمن معلول منعم ياسر هاني مروان قندوسي ديانج عبدالقادر كريستو كهربا إن شاء الله صفر أربعة للأهل عبدالرحمن لوجهة نظر عكس كل التوقعات أستاذ أحمد دياب بيقول الشناوي هاني معلول منعم ياسر ديانج مروان أفشا الشحاد تاو كهربا كل الناس شايفة التوقعات من التشكيل الأساسية ما عادة تعليق واحد بس أستاذ محمد مجد بيقول ده تاني تعليق أهو مصطفى شبير هاني ربيع منعم معلول مروان عطية أفشا فخري كريستو تاو عبدالقادر يعني قادر الإمكان حوالنا نشوف كده تعليقات كل السادة المشاهدين على سؤال الحلقة وتوقعاتهم للتشكيل في النهاية نتمنى يا رب بإذن الله نادي الأهل يوفق في مباراة الغد مباراة الكاز دايما بيبقى فيها مفاجآت ولكن إن شاء الله الأهل هيلعب مباراة بقرة بالقوة الضربة يعني حرصا على مواجهة أي مفاجآت في الظل الداخلية هيلعب ومش هيبكي عليه شيء في الظل رحيل عدد كبير جدا من لاعبين في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينش شكرا وإلى اللقاء